موسيقى موجز والاخبار مشاهدين من قناتي الجزائران وان اهلا بكم بدايتنا كدو وزير الاتصال نطق الرسمي للحكومة عمر بالحمران العلاقة الجزائرية الروسية متميزة جدا معتبرا ان الازمة الصحية التي تعظف بالعالم منذ اشهر جراء جائحة كورونا ابنت عن جودتي ومتنتي العلاقات الجزائرية الروسية من خلال المساعدات الطبية التي ارسلت لبلدنا الجزائر وخضب الحمر في حوار مطول مع وكالة سبوتنيك الروسية في مواضيع تخص العلاقات الدولية للجزائر بالاضافة الى مواقف الجزائر من الازمات الاقليمية وقال عن الملف الليبي ان الجزائر تبارك كل المساعي التي تجمع الليبيين على طاولة واحدة وتوحد صفوفهم وتحافظ على وحدتهم الترابية وشدد وزير الاتصال بان الجزائر ترفض اي تدخل خارجي وعسكرية ينسف كل الجهود السياسية المبذولة لاجل استرجاع ليبيا للليبيين مضيفا ان التنسيق الذي يجري بين الجزائر وتونس هدفه سد المنافذ امام الجماعات الارهابية التي تحاول ضرب استقرار المنطقة على اعتبار ان البلدين من دول للجوار الليبي من جهتها الغربية اكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة لانتخابات محمد شرفي ان السلطة جاهزة وقدرة على رفع التحدي بخصوص المدة الزمنية التي تسبق طريق اجراء الاستفتاء حول تعديل الدستور واضاف شرفي اليوم الاربعاء نقلا عن الاضاعة الوطنية ان المدة الزمنية التي تسبق اجراء الاستفتاء حول تعديل الدستور المقرر في الفتح من نوفمبر القادم لا تشكل عائقا امام السلطة التي تضم كفاءات كثيرة في جميع المجالات وقدرة على رفع التحدي كما استبعد رئيس السلطة الوطنية المستقلة لانتخابات اللجوء الى الاقتراع عبر الانترنت واكد انه مرفوض لانه سيكون عرضة للتصوير مثل ما اظهرت التجارب في دول اخرى واوضح ايضا ان الاعلان عن تاريخ الاستفتاء لم يكن مفاجئا للسلطة بعد ان تعلمنا التعايص مع الوباء الدستور وقدمت له عرض حول جاهزية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لاخذ بجدية وفي الوقت المناسب باعداد هذا الموعد وتطرقنا الى الاشكاليات المادية والقانونية واللي ممكن يعني يتطلب بالمعالجتها وكان سيد رئيس الجمهورية قد احطني علما بعد يعني اطلعه على معطيات التقرير الذي قدمته له قرر بان يكون الاستفتاء يوم اول نوم وفي موضوع اخر كشف وزير الموارد المائية ارزق براقي اليوم الاربع انه قام بانهاء مهام المدير العامة لشركة سيال بريس كابيتال القرار اتخذه الوزيرة بعد تحقيقات التي كشفت عن وجود سوء تسيير على مستوى الشركة هذا وكان الوزير قد اوفد مطلع الاسبوع الجاري لجلة تحقيق لشركة المكونة من مفاتيشين على مستوى الوزارة حيث كشفت تحقيقات اللجنة عن وجود عدز كبير في تسيير وتوزيع المياه على مستوى الجزائر العاصمة وتيبازا وقام الوزير ايضا بانهاء مهام كل من مدير الاستغلال بشركة سيال ومدير شركة سيال بعين البنيان مدير ماركس سيال ببرج البحري مدير ماركس سيال بزيرالدا وشراجة وولاد فايت بالاضافة الى مدير ماركس سيال بدراريا أكد مدير التسويق بمعهد باستور الدكتور عبد الرزاق سوفي عن توفير مختلف لقاحات للأطفال وكشف سوفي للإذاعة الوطنية اليوم الأربعاء عن استلام المعهد مؤخرا لتسعمائة وخمسين ألف جرعة لقاح مضاد للحسبة والحسبة الألمانية وأوضح حدث المسؤول أن معهد يتوفر على مخزون آمن من مختلف اللقاحات واعتبر مدير التسويق بمعهد باستور أن هذه الكمية أقول كافية لتغطية الاحتياجات وفق الرزنمات الوطنية أعادت مصالح ولاية الجزائر فتح 17 مسجدا إضافيا أمام المصليين موزعة على سبع مقاطعة إدارية بناء على طلبة المواطنين وذكر بيان لولاية الجزائر بأنه بناء على طلب بعض سكان الأحيا وبالنظر للكثافة السكانية بها وبعد المسافة عن المساجد المعنية بالفتح عنها وفق والي ولاية الجزائر على قائمة إضافية تضم 17 مسجدا موزع عبر سبع مقاطعة إدارية والمساجد المعنية بالفتح حسب المقاطعة الإدارية المقاطعة الإدارية لبيرموندرايس ست مساجد المقاطعة الإدارية لشراغا ثلاث مساجد المقاطعة الإدارية لبراقي مسجدين المقاطعة الإدارية لدراريا مسجد واحد المقاطعة الإدارية لحسين داي مسجدين المقاطعة الإدارية للحراش مسجدين المقاطعة الإدارية لسيد محمد مسجد واحد وفي الأخبار المحلية تمكنت مصالح أمن ولاية غليزان من توقيف ستة أشخاص وحدث حوالي 1608 وحدة من مشروبات كحولية من مختلف الأنواع والأحجام وبالإضافة إلى 182 قرص مهلوسا وأسلحة بيضاء كانت تستعمل أقول في ترويع المواطنين وحسب ما نشرته المدرية العامة للأمن الوطني وعلى صفحتها الرسمية تم توقيف المعنيين خلال عملية متفرقة لذات المصالح وفي الأخبار الدولية تظاهر مئات الليبيين ولسيما منهما شبان في العاصمة طرابلس مساء أمس لتنديد بتدور الظروف المعيشية والفساد المنتشر في بلادهم الغارق منذ سنوات في الحرب والفوضى في ثالث يوم أعلى التوالي من دحرك احتجاجي رواسط إجراءة أمنية مشددة وخرجت التظاهر الجديد على الرغم من الوعد الذي أطلقه رئيس الحكومة الوفاق الوطني فائزة سروج في خطاب متلفز لاثنين بمحاربة الفصغط وإجراءة تعديل نقول وزاري عاجل والآن مشاهدنا إلى المختصارة الدولية مع الزميل إبراهيم صنهاجي هزا انفجار مبنى متكون من خمسة طوابق غرب مدينة موسكو صباح يوم الأربعة وبحسب المعلومات الأولية يترجع أن يكون ناتجا عن تصر بغاز مؤدي إلى اندلاع حريق مهول وفي فرنسا افتتاح في مدينة جرونوبلا الفرنسية أكبر مسرع ضوارني تزامني السيني توكروزون وهو عبارة عن نوع خاص من الحقل المغناطسي من أجل تحريك الجسيمات بحركة ضوارنية وبحقل كهربائي خاص بتسريع الجسيمات تم تمويل هذه المعدات الجديدة من قبل 22 دولة باستثمار بلغ 150 مليون يورو وفي إسبانيا اتخاذ تدابيرا جديدة في دولة إسبانيا وذلك لتجديد انتشار وباء كورونا بموجة أخرى وذلك بتدابير صحية مشددة في عدة دول أيضا أوروبية وذلك لتجديد أو تجدد الموجة الجديدة لانتشار وباء كورونا وذلك بتدابير صحية مشددة في عدة دول أوروبية أخرى وبيا المختصرة دولية نصل مشاهدنا وإياكم إلى نهاية الموجزة الإخبارية نلتقي في مواعدنا اللاحقة في أمان الله اشتركوا في القناة